السؤال الثالث الذي تسأل عنه في قبرك تسأل من نبيك عليه الصلاة والسلام هو محمد عليه الصلاة والسلام ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم من قريش قريش من العرب والعرب من ذرية اسماعيل ابن ابراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام له من العمر عليه الصلاة والسلام ثلاث وستون سنة منها أربعون قبل النبوة ابن عبد المطلب ابن عبد المطلب وثلاث وعشرون نبيا ورسولا ابن عبد المطلب ابن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام بعث إلى الثقلين إلى الجن والإنس محمد بغنبارة صلى الله عليه وسلم قاخي غاكواشا لحشهم ثقلينم ابن عبد المطلب ابن عبد المطلب لا يمكن أن يتخلف عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أحد حتى اليهود حتى النصارى أمرهم موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام باتباع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام محمد بغنبارة صلى الله عليه وسلم يدعو إلى توحيد الله محمد بغنبارة صلى الله عليه وسلم ويحذر من الشرك الشرك يدعو إلى محاسن الأخلاق أخلاقكم يشش حلشنكم يشش نخف ضدكم خوجة يدعو إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له أبجيئة أهل حشهم يزاقهم دخوا بشطنو زري غصة خود مشرو ولد بمكة مكة قشال خواش وهاجر من مكة إلى المدينة مات عليه الصلاة والسلام لأنه بشر بغنبارة صلى الله عليه وسلم مدينة مدنيم شيخ جاش هم سواء خود مشروع حسناك بلغ هذا الدين دين قتل غأسه والله سبحانه وتعالى جعل هذا الدين دين كامل ليس ناقص لا يمكن لأحد أن يضيف إلى هذا الدين شيئا يقولون أنه لا يتعبون يجب أن يكون مزيداً لا يستطيع أن تكون مزيداً يجب أن يكون مزيداً بسرعة ويجب أن تكون مزيداً